السامة عمر جروب ومازل نرى لهذا السامة الذي ما زال يتداول داخل منطقة الطلب اللي احنا كنا قلنا نشتري منها اللي عنده مستورات الجنيه واعتقد ان السام حتى الان صعوده خجول عشان اقول ان السام صعده بقوة لازم يدغيلي موجة الهبوط دي وبقوة استكرفه منها ولكن حتى الان السام خجول جدا في صعوده لو رحنا على فيلم دياء ونشوف الحرقة اللي عملها السامة اعتقد يعني انا عملت ضلع حتى لو قلت اخذ من التسرابة اعملت ضلع سعودي ونزلت على شكل تصحيح وخدت ضلع اعتقد برضو والزخم بقيل ده صعود تصحيحي واعتقد ان احنا نحو قاعة جديد لسام عمر جروب عمر جروب بازال ضعيف اللي ستوب طبعا بتاعنا عنده مستوراتي 98 ارش وبالتوفيق تحيات القناة للتوكلات الملاحية وماذا نرى هذا السامة الذي ما زال يتداول داخل قناة سعرية صعيدة بهيكلية ضعيفة جدا 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 السامة مازال ضعيف حتى الزخم الباية هتلاقي بدأ يزيد حتى عن الزخم الشرائي اعتقد ان السامة الموجة اللي حصلت الاول كانت قوية جدا مقارنة بالزخم الشرائي بعد كده المستوريات دي اعتقد ده صعود تصحيحي وليس صعود اندفاعي والسامة مازال تحت ضغط هذه المستوريات بقوة للمستوريات العرض القرية لما بين المستوريات الواحد وعشرين لحد مستوريات الاثنين وعشرين جنيه اعتقد ان هذا الصعود ليس صعود اندفاعي وليس صعود الا ما هو صعود تصحيحي تصريفي ما قبلها تكملة الاتجاه الهابط خلينا نرأي بحرقة بتاعة السامة في الفترة الجاية خصوصا اننا المفروض عند وقف اخسار مفروض في الصال المفروض يكون عند هذه المستوريات اللي كسرات تتحول النظر الى سلبية لها مستوريات 18 جنيه ونص ما زالت النظر الى هذا السامة السلبية وهذا الصعود خجول جدا لا يتناسب مع تغير في الاتجاه خصوصا لو لقينا ان الزخم الشرائي بتاع الموجة التانية بيقل حتى على المجلي حتى لو اثناء يدوي زي ما قلنا هلا ان الزخم اللي هنا يعني لا يقارن بالزخم اللي اعتقد اللي اثنين حتى بعد حركة تصحيحة الصعود بتاع الموجة التانية اخبوله ده هيكلية صعود تصحيحة ان السام مش قادر يصعد وبالتوفيق